الاعتداءات على صحفيين ووسائل أعلمية بذريعة مخالفة قانون الصحفة وتهمة التشيير لم تتوقف كما يؤكد تقرير منظمة هومان رايس ووتش الأخير الذي تناور الاعتداءات على الصحفيين في ظل الحكومة الحالية حيث يلاحق صحفيون على خلفية نشرهم تقارير عن مسؤولين متورطين في عمليات فساد شفنا أن في هذا الفترة الفترة مع الهكومة الجديدة في انتهاكات كثيرة ضد صحفيين وفي تقريرنا ركزنا على 20 هالات وفي كل 20 هالات لا يوجد أي رد من الهكومة لا يوجد أي تحكيك من الهكومة وعندنا خوف أن هرية التعبير يقدر يكون أكبر إذا لا يوجد أي رد لما يوجد انتهاك ضد صحفيين يعترف حقوقيون أن الفترة التي تلت ما يعرف بثورة الشباب وبعد إطاحة رضام الرئيس السابق لعبدالله صالح تميزت بهامشا لا بأس به في مجال حرية التعبير إلا أن هذه الحرية جاءت مشوبة بمعدلات متصاعدة من التهديد والعنف ضد الإعلاميين هناك تحسن في موضوع الحرية الإعلامية في ظل النظام الجديد بعد الثورة ولكن مع افتفاع سقف الحرية الإعلامية ازدادت الانتهاكات للحرية الإعلامية ربما بسبب ضعف الدولة ربما بسبب تعدد الجهات التي تقف وراء ارتكاب الانتهاكات الصحفيين وعدم جدية الحكومة أيضا في ملاحقة المرتكبين للانتهاكات وملاحقتهم في تقرير منظمة هيومن ريتس واش مطالب صريحة وهو ما يؤكده الصحفيون محليون بضرورة اطلاع الحكومة اليمنية بدورها في إدانة الاعتداءات ضد الصحفيين والتحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة لا أن تكون جزءا من المشكلة وعاملا من عوامل الإحباط والتضييق على الصحفيين والحريات في البلاد منظمات حقوقية رصدت في العام 2012 260 حالة اعتداء ضد الصحفيين ووسائل إعلامية ترواحات بين التهديد والتضييق إلى الاختفاء القصري والشروع في القتل والحبس عبد الكريم الشيباني الحرة صنع